ومن نسبة الفرحة يا رب تكملها بس على خير ومن نسبة ان شاء الله يا رب انت الماتش على كده ان لم يكن هناك اهداف اكثر لنا يعني طبعا من نسبة الفرحة دي عايز اقول لكم فرحة او حاجة حصلت الكلام ده بعد 67 وعايز احكي موقف بس عشان فيه ناس عندها معلومات غلط عن اهلين اللي في سينة اهلين العواقل والقبائل اللي موجودة في سينة هناك فكر خاطئ موجود هناك لو لا اهلين اللي في سينة كتل الفترة من 67 ل73 دي كنا بعد ذلك الفترة دي يعني سامير زاتون اللي كنت بحكي لحضراتكم حيحكي لحضراتكم عنه ده عالتمانين يوم خلفه خطوط يعني ايه تمانين يوم خلفه خطوط في الفترة اللي من 67 ايه يعني هو موجود في سينة وراء العدو وعالتمانين يوم لو ما كانش اهلين العربي اهلين اهل سينة دولت دعموه وخلوه كلام ده كله كرح يروح فين يعني القوات الإسرائيلية في كل مكان انت متخيل انك تبقى تقعد في دورية 80 يوم خلف الخطوط انت متخيل دي يعني ايه صعوبتها ايه وان لم يكن هناك دعم من أهلين الهناك هتبقى في مشكلة مشكلة كبيرة فده دول أهلين الهناك عملوا ده زمان وبيعملوا غد دلوقتي ده موضوع انما يبقى من أهلين الهناك ولادهم منهم شباب راح اتطرف واتعمل ودخل وشل سلاح وعمل ده ده موضوع تاني ومش معنى ان شاب عمل كده ما ده حصل في السعيد في الأواخر الثمينات والأول التسعينيات حصل ده وده موضوع تاني خالص مش معنى ان حصل ده ان فيه ولاد تتطرفه وزاله كان الولاد حصل ده لان احنا اهملنا سينا ولان احنا سبنا لغاية ما حصل فيها التطرف وسبنا الناس اللي هم اللي بيعملين يجندوا ويعملوا ويسم يسمي معقول انا لو كان فيه تنمية حصلت لسينا في ال 25 سنة اللي فاتت ما كانش حصل الكلام اللي حصل ده انما اقسم بالله واتمنى ان اطلبت حتى من زملائي ان دورني على الحلقة دي انا رحت عملت صورت يومين وروحت في الحسنة وروحت من قطاع الاوسط كده وطلقت لغاية الحريش وصورت هناك كان فيه وانا في تاني يوم تصوير وانحنا بالااا كان فيه مستشفى ميداني اظن كنا في الحسنة والمستشفى ميداني قوات المسلحة ربنا يكرمهم يعني دايبين كل التخصصات والعربيات كبيرة كده ومن النام بيطلع منها يعني زي ما مر كده بيتوصلوا بعدك انك مستشفى بالزبط في كل التخصصات والناس جاية وبعدين روح تشوف المستشفى اللي موجود هم الحاجة الوحيدة اللي اكدتلي ان ده مستشفى اليفطة خلاف ذلك مفيش حاجة يعني حتى المستشفى انو بتخلش تلك بتلاقي ريحة ايه الحاجات المطهرة دي حتى دي مش موجودة يعني فبوليلي مفيش حاجة المستشفى لازم يقف فيه دكتور ولازم يقف فيه دواء ولازم يقف فيه يعني في منظومة تتعامل دي مش موجودة والله العظيب انا سجلت مع ام وابنها الوقت في تالتة اعدادية ما يعرفش اكتب ولا يقرأ فتكتشف ان التعليم برضو كده معقولي الكلام ده ده حصل اللي حصل بقى دلوقتي من خلال من تلاتين يونيو من تلاتين يونيو لغاية النهاردة احنا تلات سنين تقريبا تعالى نشوف بقى اللي حصل اللي اتعمل في سينة عشان اعوض اللي فات اللي فات كان ضمار الحية ايه اللي اتعمل لا اتعمل حاجات كتير يعني من اهم الحاجات اللي اتعملت ان انا عملت له النظام ببعنده مزرعة صغيرة يزرع في الوديان وعملت له النظام احوات سمك يعني افضلع له مية من البير ده ويعمل حوت سمك عشان يبع عنده عملت له الشوية حالات عشان نربطه بالارض ما في زراعة واربطه وابتده اعمله حياة مستقرة ده موجود ده موجود وعمل فيه شغل كتير يتعمل هناك فيه مشروعات كتير يتعمل هناك لما نروح بقى انا عايز اروح اليوم كان 31 اكتوبر سنة 1968 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة